بشعار عيونكم عيوننا نظمت بمستشفى الأغواط فعاليات الطبعة الرابعة عشر لأسبوع جمعية التجيمي الإنساني التضامني لجراحة العيون بإجراء 274 عملية جراحية لمرضى الكاتاركت تنظيم أيام جراحية طبية خاصة بالكاتاركت هذه الطبعة 14 الأسبوع التضامني من 6 إلى 10 فبري خاصة بالأيام الطبية الجراحية في طب العيون تحت شعار عيونكم عيوننا لحوالي 260 مريض باستعمال تقنية الفاكو الحديثة تحت إشراف أسد أطباء جزائريين من المؤسسة العمين الشفائية بالأغواط ومن الجومعة جمعية التجيمي وشارك في هذه المبادرة طاقم طبي وشبه طبي متطوع مع الجمعية وتم استخدام أحدث سبول جراحة العيون وهي تقنية الفاكو سبوع التضامني أو الأيام الطبية الجراحية التضامنية في جراحة العيون لتكفل بالمرضى من الفئات الاجتماعية المصابين بداء الماء الأبيض أو الكاتاركت هذا العمل كان بالتنسيق مع وزارة الصحام مدرية الصحة ومستشفى حميدة بن عجيلة لولاية الأغواط أين تم توفير المستزمات التبية اللازمة لهذه الحملة التبية وكذلك قامت الجمعية بتوفير العتادة التبية المتخصص وللعلم فإن الجمعية تعمل بآخر تقنية حديثة في العالم وهي تقنية الفاكو أو الجراحة بدون خيط اليمرنا في مستشفى الأغواط لجراع عمليات الطب العيون نشكر الجمعية التجيمية والطاقم من أطباء وممرضين وإداريين ونتمنى ولهم إن شاء الله النجاح في عمالهم والصحة والعافية مثل هكذا مبادرات قد تعيد بسيس نور إلى أعين أنهكها الظلام كما سترسم أجمل صور التكافل والتضامن الاجتماعي بين الجزائريين